اشتركوا في القناة اسمحوا لي ان نشترك معا في حلقات حول صورة الفاتحة هذه الصورة الكريمة التي نحفظها جميعا ونرددها باستمرار يرددها المسلم على الاقل سبع عشرة مرة في اليوم والليلة بالنسبة لمن يصلي الصلوات الخمسة فرائد وبالتالي نريد ان نركز على بعض الامور المرتبطة بها ولسي مأهم المعاني التي تحتوي عليها من اجل ان نتدبر تلك المعاني ونحن نصلي فتكون الصلاتنا خاشعة متميرة ان شاء الله حلقة اليوم تحت عنوان بين يدي صورة الفاتحة هذه الصورة معشر المؤمنين والمؤمنات هي اعظم صورة في القرآن الكريم بمعنى اعظم صور القرآن على الاطلاق هي صورة الفاتحة فهي رأس رأس القرآن وتحتل الرتبة الاولى في ترتيب المصحف ولا اقصد ترتيب ترتيب النزو بل فقط ترتيب في المصحف فهي اول صورة في المصحف الكانبي مجرد ان تفتحه تصادف اول صورة فيه وهي صورة الفاتحة فكانها بذلك تعتبر مفتاح القرآن من لم يملك معانيها لن يستطيع ان يفهم ويتأمل ويتدبر معاني باقي باقي الصور اولا اسماء الصورة هذه الصورة كما نعرف هي كثيرة الاسماء وكما يقولون كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى سمى الناس المفسرون واللغويون والعلماء بصفة عامة صورة الفاتحة باسماء كثيرة جدا وسأقتصر نظرا لضيق الوقت على الاسماء التي عليها دليل من القرآن ومن الحديث اول هذه الاسماء السبع المثاني وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم في سورة الحجر عند قوله تعالى وَلَقَدْ دَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظيم والمقصود بالسبع المثاني هنا حسب جمهور المفسرين هي سورة سورة الفاتحة الاسم الثاني هو فاتحة الكتاب ورد هذا الاسم في السنة النبوية الشريفة ففي حديث الإمام المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففتح باب من السماء فأخبر عليه الصلاة والسلام من طرف جبريل أن هذا باب لم يفتح قط ونزل منه ملك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بنوريني أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة فدل هذا على أن هذه الصورة الكريمة من ضمن ما تسمى به أنها فاتحة الكتاب الإسم الثالث هو أم القرآن ففي حديث البخاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم فأضيف هنا اسم أم القرآن وفي نفس الوقت في الحديث استدلال على أن هذه الصورة الكريمة هي السبع السبع المثاني الذي دكر آنفا الإسم الرابع هو الصلاة وكلكم سمعتم حديث أبي هرارة عند مسلم وغيره قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة كما دل على ذلك الكلام الموالي فإذا قال العبد الحمد لله إلى آخر الحديث هذه الأسماء الأربعة التي وردت الإشارة إليها في الكتاب الكريم وفي سنة الرسول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام هذه الصورة اختلف فيها ألي مكية أو مدنية ولكن الجمهور على أنها مكية فهي مكية على الصحيح ولذلك أدلة من ضمنها أنها وصفت بالسبع المتاني في صورة الحجر كما تقدم عنها منذ قليل ولقد آثيناك سبعا آثيناك سبعا من المتاني وصورة الحجر هي صورة مكية كما هو معروف هذه الصورة الكريمة كما هو معلوم هي سبع سبع آيات على اختلاف في الترقيم بين من يعتبر الفاتحة آية آية منها أو من لا يعتبرها كذلك ولكن عموما اتفقوا على أنها سبع آيات ويختلف فقط كما قلنا ترقيم ترقيم الآيات بين هذا الفريق وذاك وذاك الفريق وهنا يطرح السؤال المهم هل البسملة جزء من الفاتحة جمهور العلماء ومن ضمنهم الإمام مالك وفقهاء المدينة وعلماء الشام وعلماء البصرة وغيرهم من هذا الجمهور الذي ذكرناه هم يرون أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة ولا جزءا من أي سورة من القرآن الكريم بالستثناء سورة النمل من خلال الرسالة التي أرسلها سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة ليمن إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللّا تعلو علي واتوني مسلمين إذن هذا الجمهور يرى أن البسملة جزء من النمل خاصة وليست جزءا من أي سورة أخرى كما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وعمر وعتمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدهم يقرأوا بالبسملة في سورة الفاتحة ومن الأدلة كذلك الحديث القدسي الذي سبقت الإشارة إليه عندما قال رب العزة جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نسفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل جل وعلا فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فدل ذلك عند الجمهور على أن البسملة ليست جزءا منها وذهب الشافعي في قول عنه وفقهاء مكة والكوفة وأحمد كذلك في قول عنه وغيرهم من العلماء إلى أنها جزء من الفاتحة وأنها منها خاصة بمعنى لا تعتبر الفاتحة جزءا من أية صورة من القرآن الكريم بالستناء ما يتعلق بصورة الفاتحة حسب هذا هذا الفريق الرأي الثالث ذهب فيه الشافعي في أحد قوله وغيره من العلماء إلى أن البسملة آية من كل صورة من القرآن الكريم مع صورة براءة يعني صورة التوبة براءة من الله ورسوله وحسب هذا الرأي فإن البسملة جزء من الفاتحة وجزء من كل من كل صور القرآن الكريم هذا والله أعلم وأحكم وللحديث بقية إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وليه صحبي أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة